طفرة غير مسبوقة لم تشهدها منطقة الشمال منذ بدء المواجهات العسكرية في سوريا استثمارات ضخمة بدأت تأتي ثمارها بعد قرار مهم من السلطات رغم المخاطر والتحديات فرص الأرباح تتعاظم ارتفعت وطيرة الحركة التجارية والصناعية والتعليمية أيضا شمال سوريا عقب إنشاء مدينتين صناعيتين في إدلب ومارع الاستقبال الصناعيين والمستثمرين والحرفيين لأول مرة منذ اندلاع المواجهات عام 2011 ما القصة وماذا يحدث هناك؟ المدينتان أسهمت في توفير آلاف فرص العمل وتشغيل الأيد العاملة فضلا عن تأمين حاجة المنطقة من السلع من خلال المشاريع الاستثمارية مثل المولات التجارية والمعامل تلك الخطوة جاءت كنتيجة لثمار القمة المشتركة بين الرئيسين التركي رجب طيب أردغان والروسي فلاديمير في موسكو يوم الخميس من مارس 2020 توصل الجانبان وقتها إلى اتفاق لوقف المواجهة في إدلب واتفق البلدان أيضا على إنشاء ممر آمن بعمق ستة كيلومترات شمال الطريق الدولي ومثلها جنوبه ومع ذلك ما زالت ألاف المخيمات مستمرة خلف تلك الأبنية التجارية الضخمة التي يعيش قاطنوها تحت خط الحاجة باحثين عن عمل في ظل تخفيف الدعم الأممية ولكن الملفت أن الكثير من المستثمرين اتجهوا لافتتاح المشاريع في منطقة شمال سوريا بخطوة تحفوها المخاطر نتيجة عدم استقرار المنطقة بالمطلق وتعرضها للمواجهات إضافة إلى دخول السوق بضائع تركية وأوروبية منافسة للأسعار المحلية حسام عبد العال أحد تجار الشمال يقول أنه رغم كل العروض الخارجية لافتتاح معامل الكابلات الكهربائية الذي يملك فيه علامة تجارية منذ عقود فإنه لم يفتتحه إلا في مدينة باب الهوى الصناعية لرفض السوق المحلية بحاجاته وبعد وصول الكهرباء إلى المنطقة فوجأ بزيادة الطلب عليها وهي ذات جودة عالية وبأسعار أقل من المستورد ويستهدف المسؤولون في الشمال جذب الاستثمارات إلى المنطقة باعتبارها بيئة ناشئة وسوقا استهلاكية كبيرة في تقليل الاستيراد وخلق مناخ يشجع المهجرين على العودة إلى بلدهم للاستثمار فيها حمد الجاسم مدير العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد بحكومة الإنقاذ يعتقد أن المدينة الصناعية في الشمال أمنت تشغيل 15 ألاف عامل بشكل مباشر وعشرة ألاف آخرين بطريقة غير مباشرة بل وقدمت كل التسهيلات للتجار والمستثمرين من خلال التخفيضات على الرسوم الأولية وإعفاء موارد غذائية كثيرة من رسوم الدخول إلى المنطقة المحررة الاستقرار النسبي والأمن السائد في المنطقة كان السبب الأكبر لتججيع أصحاب المنافذ الكبرى على اتخاذ قرارات بالتوسعة المهمة رغم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها نتيجة الأحداث في الشمال ولكن يظل أقوى التحديات غياب المصارف حيث تسببت الظروف السياسية والعسكرية في مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال غربي البلاد إلى غياب نظام مصرفي واضح المعالم لتقتصر التعاملات المالية على شركات ومكاتب الصرافة وتحويل الأموال